للحديث أكثر ينضم إلينا من تعز مراسل الإخبارية محمد الحذيفي مرحبا بك محمد محمد ما هي آخر التطورات الميدانية حتى الآن في تعز آخر التطورات الميدانية الجيش الوطني واصل تقدمه في الجبهة الساحل الغربي وتحديدا شمال وشمال غرب معسكر خالد بن الوليد حيث نجحت قوات الشرعية بإطباق حصار شبه كامل على المعسكر من الجهة الغربية وكذلك من الجهة الشمالية والشمالية الغربية هذه المناطق أصبحت كلها تحت سيطرة قوات الشرعية بعد أن سيطرت على منطقة الشويلة والبقى والهامل والسواهرة ووصولا إلى قصر رسيان وقطع الخط الرئيسي أهم خطوط إمداد المليشيات الذي يأتي من الحديدة إلى تعز وكذلك إلى معسكر خالد هذا الخط أصبح تحت سيطرة تبليش الوطني وقطع خطوط الإمداد ما هي أهمية خط الإمداد الرابط بين تعز والحديدة أهمية خط الإمداد كونه هذا الخط الرئيسي الرابط الذي يربط بين محافظتي تعز والحديدة الخط الرئيسي أصبح خط إمداد كان خط إمداد رئيسي للمليشيات تأتي الإمدادات المليشيات من الحديدة وكذلك من القراح من هذه المناطق وصولا إلى معسكر خالد وإلى مدينة تعز الآن هذا الخط أصبح تحت سيطرة قوات الشرعية سيطرت عليه في منطقة قصر رسيان بشكل كامل قطعت خط الإمداد هناك خط إمداد فرعي يأتي من مدينة الخوخة عبر الهاملي هذا الخط أيضا أصبح تحت سيطرة قوات الشرعية المليشيات الإنقلابية المتمركزة داخل معسكر خالد بن الوليد لم يصبح أمامها غير منفذ واحد وهو المنفذ الشرقي للمعسكر كي يتفر منه نعم من تعز مراسل الإخبارية محمد الحديفي شكرا جزيلا لك